السلام عليكم ازيكم اخواتي عاملين ايه ان شاء الله بكونوا بخير اهلا بيكم في فيديو جديد قبل ما نبدأ في اي حاجة كده صاحبي في الفيديو عايز اقولك اعداد الشدات اللي انت شفتها على الصورة المصغرة دي مش كتب ولا اي حاجة وانت هتشوف بنفسك في الفيديو ان اعداد الشدات دي مش كتب افدا فيديو النهاردة صديقي كده هقولك على بطولة البطولة دي باب جومبيل بتعملها كل اسبوع هشرح لك بالزبط انت هتعمل ايه وازي هتسجل في البطولة وايه اصلا الشروط اللي انت عايزها عشان تسجل في البطولة دي وايه الجوائز لو انت خدت مركز اول او مركز تاني او حتى مركز تالت او احسن لاعب هشرح لك صاحبي عن كل حاجة في الفيديو قبل ان نبدأ في اي حاجة كده يعني بالحب كده نزل حط لايك عشان لما بتعمل لايك فالفيديو وصل غيرك وغيرك يستفاد ويعني اخواتي التفاعل يجيد شوية فما تنساش صاحبي ان انت تحط لايك واشترك في القناة طبعا ونورني هنا لو اول مرة تشوفني واهم حاجة طبعا في الفيديو ان انت تسلع النبي عليها افضل الصلاة والسلام وبس كده صديقي يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو اول حاجة كده صاحبي انت لازم يكون عندك الديسكورد تمام تطبيق الديسكورد طبعا انت هتحمله عادي خالص وتسجل وبعد ما تسجل صديقي فانت هتنضم لسيرفر باب جونبي الميناء الرسمي الموسق على الديسكورد تمام صديقي طبعا صاحبي سيرفر باب جونبي الميناء الموسق طبعا على الديسكورد مهم جدا صديقي بيحصل فيه دايما مسابقات وبطولات واي حاجة طبعا صديقي بتكون موجودة هناك في السيرفر طيب انت ازاي تنضم للسيرفر انت طبعا صديقي بعد ما يكون عندك الديسكورد فانا اكون سيبلك رابط كده في اول تعليق الرابط ده طبعا رابط سيرفر باب جومباي الميناء على الديسكورد فأنت بس هتضغط كده ضغطة واحدة على الرابط اللي في أول تعليق وهتنضم معادي خالص صديقي لسيرفر الديسكورد طيب بعد ما تنضم يلا بينا على طول نخش على الديسكورد وأشرح لك كل حاجة خطوة بخطوة بعد كده يا إخواتي بعد ما ننضم لسيرفر الديسكورد فطبعا صديقي هيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده طيب ركز معادي طبعا ده السيرفر الصديقي زي ما انت شايف باب جومباي الميناء طيب صاحبي اتأكد برضو ان السيرفر موسك بس أنا يعني هسيب لك الرابط فأول تعليق ما تقلعش من أي حاجة المهم صديقي بعد ما تنضم فهتلاقي عندك هنا طبعا حاجات كتير انت هتيجي على اللي أنا عليها حاليا دي صديقي زي ما انت شايف ملكش دعو بأي حاجة انت هتيجي على دي اللي أمامك دي طبعا صديقي زي ما انت شايف هتيجي وتضغط هنا ضغطة طيب يا صاحبي ركز معايا لان والله يعني انت لازم تركز عشان تفهم كل حاجة هننزل كده صديقي ونيجي في المكان ده عندك هنا صديقي كل اسبوع البطولة دي بتتعمل طيب ايه الجوائز خليني الاول ابدأ لك كده بالجوائز بعد كده هقول لك انت زيها تسجل وهقول لك على كل حاجة لو انت طبعا نفسك ان انت تكسب شدات او طبعا نفسك حتى ان انت تلعب بطولات يعني لو انت اساسا ما بتلعبش بطولة في ناس كتير بيكون نفسان هي تلعب بطولات فعندك يا صديقي فرصة طيب ركز معايا خلينا الاول كده في الجوائز المركز الاول صديقي بيكسب 300 دولار انت طبعا بقى هتيحسب يعني الدولار عندك عامل كام في البلد اللي انت عايش فيها انا دلوقتي مثلا عندي في مصر 300 دولار دول مثلا كده عاملين اكتر من 7000 جنيه 7500 جنيه يعني انت لو كسبت كده 300 دولار فانت حرفيا ممكن تشحن اكتر من 15000 شدة او 10000 شدة ممكن كمان توصل لعشرين الف شدة فدي طبعا حاجة جامدة جدا والمركز التاني صاحبي بيكسب 5000 شدة يعني انت لو خدت مركز تاني كده هتيكسب 5000 شدة وانيجي بقى الافضل لاعب لو انت حدت خدت مركز اخير لو انت التيم بتاعك مش مساعدك وخدت اخر مركز في البطولة وانت كنت بتلعب حلو فيه عندك جايز اسمها افضل لاعب افضل لاعب ده كده بيوصلوا 1000 يوسي على الايد بتاعه بس كده بياخد 1000 شدة وبعد كده الصاحبي بقولك شارك الان نيجي بقى دلوقتي الاهم نقطة ازاي نشارك في البطولة دي طيب ركز معي عشان فيه حاجات اساسية اهي الحاجات الاساسية ان انت صديقي يكون معاك تيم التيم بتاعك لو انت معندكش تيم فطبعا ده مش ينفع ابدا لازم يكون معاك تيم انت طبعا تشوف لك اي تيم تشوف صحابك اللي انت بتلعب معهم دايما اهم حاجة صديقي التيم بتاعك التيم هيكون كم واحد هتكون وستة طبعا صديقي مش اربعة ازاي اقو في ستة لان طبعا صديقي انتوا هتلعبوا في الجيم اربعة عادي خالص ولكن هيكون فيه اتنين احتياطي وده طبعا اللي هيطلب منك وانت بتسجل ودلوقتي يا صاحبي اوريك كل حاجة وانت بتسجل فيه كزا حاجة كده برضا صديقي قبل التسجيل عايز اقولك عليهم هنا طبعا صديقي البطولة دي بتبدأ يوم الجمعة وبتخلص السبت يعني في يومين بس كده التصفيات بتبدأ الجمعة والنهائي بيكون يوم السبت تمام طيب انت بتسجل امتى يوم الثلاثة صديقي يوم الثلاثة كده على الساعة اربعة بنزل بوست اللي امامك ده وطبعا لازم تكون من اوائل الناس اللي تشارك او من اوائل الناس اللي تسجل عشان طبعا فيه كتير جدا صديقي بيسجل فيكون برضو ليك فرصة ان انت تكون من اوائل الناس اللي تسجل طيب هتسجل ازاي عندك كده صديقي رابط التسجيل انت تضغط على الرابط ده عادي خالص وتفتح الرابط بقى صاحب عشان تسجل عندك بعد كده بقى صديقي اول ما تضغط على الرابط هتفتح معك بالشكل ده اسم البطولة طبعا في الاسبوع ده بطولة الزكرة السنوية الرابعة لان طبعا اجدعان باب جومبيل بتحتفل بالاربع سنين يعني احنا بقلنا اربع سنين في باب جومبيل فدي برضو حاجة جامدة جدا طيب صاحب يركز معي كده اولا يجب على جميع الراغبين بالتسجيل الدخول الى سيرفر الديسكورد خلاص طيب انت موجود في سيرفر الديسكورد تمام ثاني حاجة بقى يجب على قائد الفريقة تأكد من جميع المعلومات وتحمل مسئولية اي خطأ يعني انت دلوقتي لو انت اللي هتسجل انت قائد التيم بتاعك فانت اللي هتتحمل اي مسئولية يعني ايه اي مسئولية يعني انت لازم تركز وانت بتسجل من الاخر ما تكتبش اي حاجة كده وخلاص لا طبعا تركز يعني في اللي انت بتكتبه بعد كده صاحبي بقولك في الدليل سوف تجدونا معلومات منه ونظام البطولة يعني صاحبي انت لازم تقرأ نظام البطولة عشان تفهم كل حاجة وبس كده صاحبي بعد كده هتبدأ تسجل بعد كده بقى صاحبي انت هتحتاجه عندك هنا طبعا اول حاجة انت هتحط اي ايميل عادي هنا طبعا البريد الالكتروني لقؤد الفريق هنا صديقة هتحط الايميل بتاعك اللي انت اصلا قؤد الفريق يعني انت ترى ما انت اللي بتسجل فانت قؤد الفريق تاني حاجة راكم الواتس هتكتب راكم الواتس بتاعك عادي خالص عشان برضو لو حاب تواصله معاك على الواتس واتضغط على كلمة التالي بعد كده صاحبي بعد ما تضغط على التالي تفتح معاك كده زي ما انت شايف الخطوات اللي بعد كده عندك هنا طبعا دي حاجة مهمة خالص صديقي معلومات الفريق هنا طبعا اسم الفريق هتكتب اسم التيم بتاعك هتكتب اي اسم انت حبه وممكن تخلي اسم الفريق على اسمك اي حاجة دي عادية بعد كده صاحبي شعار الفريق ودي طبعا اللي هي يعتبر الكلان صاحبي تمام يعني الرمز او الشعار اللي قبل الكلان يعني مثلا او دابلو اف عندنا طبعا اسم الكلان اللي انا عاملو اللي انا القؤد يعني OWFUFA ده مثلا كده الصديق اللي هي OWF ده اللي هو صاحبي شعار الكلان اكيد انت كده فهمت يعني بعد كده بقول لك هنا هتحط اللوجو بتاع تيم هتحط اي لوجو عادي صورة من عندك كده صديقي لوجو عادي يعني بعد كده معرف الديسكورد الخاص بقؤد الفريق هتجيب الصحبي معرف الديسكورد وده حاجة سهلة خالص وهقول لك دلوقتي ازا تجيب معرف الديسكورد هقولك في اخر الفيديو ازاي تجيبه وبعد كده المعرف الرقمي في الديسكورد لقائد الفريق ده برضه صاحبي هقولك دلوقتي ازاي تجيبه بعد كده صديق زي ما انت شاف انحطت كل المعلومات هي امامك زي ما انت شاف كتبت اسم التيم وكتبت برضه شعار الفريق وبعد كده طبعا حطت اللوجو هنا معرف الديسكورد وده طبعا قلت لك في نهاية الفيديو هقولك ازاي تجيبه ونفس الموضوع للمعرف الرقمي برضو في الديسكورد الخاص بقعد الفريق بعد كده صاحبي هتضغط على التالي بعد كده صديق هتفتح معاك اللي انت شايفها دي الوجه اللي امامك دي ودي طبعا مهمة جدا هنركز معاك صديق زي ما انت شايف انا طبعا زي ما قلتلك في بداية الفيديو فريقك بيكون ستة عندك هنا اول حاجة اسم اللاعب الاول داخل اللعبة تمام هتكتب اول لعب كده اسمه في اللعبة هتجيب الاسم نسخه تكتبه وتاني حاجة المعرف الرقمي اللي هو الاي دي لللاعب الاول برضو تماما صديقي انا هتحط اسم اللعب الاول والاي دي بتاع اللعب الاول ونفس الموضوع اللعب التاني اسمه الاي دي ونفس الموضوع اللعب التالت واللعب الرابع واللعب الخامس واللعب السادس بتكتبه صاحبي كده اسم اللعب وبعد كده الاي دي الخاص باللعب وحاجة مهمة جدا طبعا صديقي ان انت طالما كتبت اسم اللعب ده يعني انت دلوقتي حطيت الاي دي والاسم خلاص بعد كده بعد ما تسجل ماينفعش واحد تاني يجي يشارك أثناء البطولة ماينفعش طبعا صديقي لازم نفس الشخص اللي انت كتبت الايدي بتاعه وكتبت اسمه هو نفس الشخص اللي هيلعب معاك وبعد طبعا صاحبي ما بتكتب كل الحاجات دي بتضغط على التالي وبس كده صديقي انت سجلت وكل حاجة تمام لو ظهرت لك خطوة بسيطة كمان يعني يبقى كم الخطوة دي ولكن اعتقد ان كده خلاص طيب صاحبي ازاي بقى تعرف انت خلاص هتلعب في البطولة ولا مش هتلعب طيب صديقي اول حاجة طبعا ده البوست اللي بينزل بعدها صديقي بينزل هنا زي ما انت شايف نشكركم على مشاركتكم في البطولة الزكرة السنوية الرابعة وهنا بقولك ستجدون في الاسفل قائمة الفرق المقبولة وبيقولك هنا طبعا صديقي الفرق المشاركة عندك هنا صاحبي زي ما انت شايف دي الفرق اللي اتقابلت 32 فريق وبيتقسموا بقى مجموعة ايه ومجموعة بيه كل مجموعة في 16 فريق وزي مرتلك صاحبي كده تصفيات وطبعا التصفيات بيكون يوم الجمعة والنهاء بيكون يوم السبت في يومينة صديقي بتخلص فانت طبعا لو اسمك موجود يبقى انت تقابلت لو اسم التيم بتاعك صاحبي موجود يبقى انت تقابلت وعندك هنا طبعا قائمة الفرق الاحتياطية 8 فرق عشان لو اي فريق من اللي موجودين دول ما لتزمش بالشروط فبيطلع صاحبي على طول وبس كده فريق من الفرق الاحتياطية دي بيخش على طول بس كده صديقي وبعد كده طبعا يوم الجمعة والسبت صديقي اول ما يوم السبت انت خلاص يعني البطولة تخلص فبينزل هنا برضو صديقي الفرق اللي فازت وافضل لها في البطولة اللي كسب الف شدة وكل حاجة طبعا صديقي بتنزل هنا في المكان ده وبس كده يا اخواتي ده كان فيديو النهاردة اتمنى صاحبي ان انت كنت بسط من الفيديو والفيديو عجبك انت طبعا لو حابب ان انت تشارك في بطولة وما شاركتش في بطولات قبل كده فدي حاجة كويسة جدا ان انت تاخد فرستك برضو يعني وتشارك في بطولة لو حابب ان انت تكسب شدات يعني مش بطولة عادية لأ طبعا ده في جواز كمان صديقي يعني انت تقدر تكسب ان شاء الله وتاخد جواز كمان فبس كده صاحبي اعتقد ان انا لتي لك كل حاجة وطولنا كمان في الفيديو فلو الفيديو عجبك بقى صاحبي تقديرا للتعب ده ما تنساش ان انت تحط لايك يعني ان دلوقتي كده تقريبا في ديئة رقم 20 الله اعلم عندك هيكون كام بعد المنتج كل الحاجات دي فما تنساش بقى صاحبي اللايك والاشتراك برضو نورني كده في القناة عشان برضو الفيديوهات الجاية احلى من كده بكتير وبس كده صاحبي اشوفك في فيديو اخر وفيديو جديد وسلام